إنجاز أمني كبير حققته القوات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن عقب أيام من انطلاق الحملة الأمنية قبضة الأمن الحملة الأمنية التي تهدف ريقاف عملية الاغتيال وقطع الطريق على المواطنين انطلقت بتوجيه من قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في عدن هذه الحملة كانت حملة مباركة باركة بها الكبير والصغير وكانت بتوقيهات عليا من قيادة التحالف العربي أو تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي عدن خاصة هذه كانت توقيهات يوم أن كان في عدن خلل أمني في الأواني الأخيرة فنشب فيها الغتل والاغتتال وكثرة سرقة الجوالات والأمتع إلى قيرها وكثير من الشكاوى التي كانت تأتينا فما أن بادر الأخوة بالتحالف دعم الشرعية في اليمن إلا أن يصدروا توقيهات وكان لقائد الويت الدعم والإسناد محت والي فأصدرها إلينا بالتنسيق مع إدارة أمن عدن الحملة الأمنية لقت ارتياح شعبي واسع بين أبناء العاصمة المؤقتة والذين وصفوها بالعملية الناجحة فهي أوقفت خطر الدراجات النارية التي استخدمت لعمليات القتل والسلب بالإضافة للسيارات المشبوهة كانت الحملة موفقة خصوصاً وقد لاحظنا اقتضاد المدينة في الدراجات النارية التي كانت ورائها كثير من أو كانت مسببة بشكل مباشر وراء كثير من الأحجات فأنا أعتقد أن القوات الأمن والحزام الأمني قاموا بواجبهم ونتمنى أن تستمر هذه الحملة بصورة مستمرة من خلال واجباتهم تجاه المواطن وتجاه استغرار الأمل في هذه المحافظات استفدت ما في زحمة، ما في زعاج، ما في حوادث لأن التكاسي، يعني السيكل لما يجيس دمقه، أنت اللي تقوم تعالي جو تصلح كل شيء، أنت الغلطة والاغتيالات والاختلالات الأمنية ونشكركم ونشكر الغيادة الأمنية على كل ما فعلته وعلى خطوة تنفيذ اتفاق الرياب تأتي هذه الحملة الأمنية للعمل على عودة الاستقرار الأمني والتمهيد لعودة الاستثمار التجاري والاقتصادي بعد إطلاق حملة قبضة الأمن أدرك المواطنون في عدن بأنهم أصبحوا أكثر أمانا من أي وقت مضى ناصر حبتر، العاصمة المؤقتة عدن